السؤال بيقول ماذا أفعل في مصاحف قديمة وأوراقها صفراء وبعض صفحتها بها قط ولا تصلح للتبرع للمسجد لأن طريقة الكتابة بها قديمة أرجو إفادتي عندي شوية تفاصيل المصحف ده لو قديم احنا محتاجين نعرضه على خبراء لعل المصحف ده يكون مصحف تراثي يعني ايه مصحف تراثي هيكون مهم لأن الخط اللي اتكتب بي ده بيبقى مهم جدا جدا في خطوط المصاحف وقد يكون هذا المصحف من الأولى لو كان بخط قديم انت أحداك قلت خط قديم قد يكون خط قديم بالنسبة لك مش قديم جدا لكن المتقصصين اللي عارفين في الخطوط ممكن يكون ده بالنسبة لهم مهم جدا 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 لأنهم يعرفوا حاجات كتيرة جدا جدا ممكن ما تكونش انت عارفها فنعرضه الأول على خبراء لأنه ممكن يكون ده حل يريحك من كل اللي انت الاقتراحات اللي انا عاقترح عليك ليه طيب لأنه ممكن يتأخذ المصحف ده ويوضع في مكان يكون مناسب جدا جدا لتراثيتي اذا كان مصحفا تراثي اذا كان مصحف تراثي يعني ايه اذا كان على الاقل عد علمية سنة على التعريف اللي اختاروه في مسألة ده لا ده مصحف قديم يعني مش لهذه الدرجة لكن هو قديم يعني من عندنا موجود في الاسرة مثلا من خمسين سنة تورس تورس أبوي عن جد كده يعني بس لكن والخط من زي الخط اللي احنا بتاع المطابع الايام دي لكن خط قديم اه يبقى كده المصحف ده ليه بقول كده ان في بعض الاحيان بتبقى فيه ناس عندهم كتير جدا جدا معاني رائعة اه بس انا عشان بس نقول بس احنا بنقول ان الخط هو اللي تراثي القرآن ليس من التراث لا القرآن ولا السنة بس عشان الناس ما تتلغبطش لكن الخط نفسه يعني ليه قيمة عالية لانه مر عليه قدر من الزمن الدارسي الدارسون والباحثون يستطيعون الاستفادة العلمية المهمة طيب لا ده هو مش كده ده مصحف مطبوع من طباعة قريبة وخلاص قدامنا مجموعة من الحلول وكلها صحيحة وكلها حلال قدامنا مجموعة من الحلول وكلها صحيحة وكلها حلال الحل الاولا الحرق فييجي واحد يقول لي ازاي ناس كتيرة بقى يطلعون يقولوا حرق حرام لان ما ينفعش القرآن يتحرق ومعرفش ايه وقرآن دلوقتي الحرق لان سيدنا عثمان في باقي النسخ حرق باقي النسخ يبقى ايه اللي حاصل فيجوز ان احنا نعمل ده يبقى ايه زا يجوز وهذا من باب التكريم هذا حلق على وجه التكريم لا على وجه الاهانة ده على وجه ايه التكريم لان احنا بنخليه لا يتعرض لي المهانة فدي اول حاجة حاجة تانية يجوز ان احنا كمان نعمل ايه نودي لمطابع المصاحف بحيث ان هو يتفرم ويعد تدويره يعني يعد تدويره في ماذا يعد تدويره في كمان اتباعة المصاحف يعني يدخل في اماكن الورق اللي بتتعمل للمصاحف ويعد تدويره يطلع كمان في الورق لكي وكي انه يتفرم ويتعجن وبعدين يرجع وبعدين كده يتعمل ورق ويطلع يتكتب عليه مصاحف ودي صح كمان يعني اهو حر وبعد كده كمان ان هو يعد تدويره في اتباعة المصاحف الحاجة التالتة ممكن كمان يدفن يعني ايه اللي حاصل ادفنه في الارض وكمان ده يكون شيء لطيف في الاخر قارس بيجي مسألة الفرمو ان انا في الحقيقة محبش وازن في مؤسسات الوقتي بتجمع المصاحف وبتقوم بيؤاخدها وتوديها لبعض المؤسسات اللي هي بتعيد تباعة المصاحف كل الاحتمالات دي او الحلول دي والمقترحات دي كلها صحيحة وليس فيها حرام فارجو ان ده يكون مناسب لحضرتك فيها شيء من ده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسنات اشتركوا في القناة